مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحصل في حالة التقس اليوم الغد بإذن الله مرتقب على كل المناطق الشمالية إذن ضباب سيميز صبيحة أغلب المناطق الشمالية الغربية المرتفعة الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية تتبع أجواء مشمسة على العموم تبقى بعد الصحب سفلة العابرة خلال صبيحة قد تكون مرفوقة بأمطار محلية نحو السواحل الوسطى وكذلك الشرقية الرياحية الأخرى ستبقى قوية نحو المناطق الغربية وكذلك السواحل الوسطى مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بقاء بعض الأمطار تخص دائما المناطق الجنوب الغربي خلال الصبيحة تزول تدريجيا خلال الظاهرة وتنبه دائما من استمراره برياح قوية نحو مناطق الجنوب الغربي شمال الصحراء والصحراء الوسطى ستعمل على انتشار الزوابع الرمدية أجواء الصحوة ومستقراب شمال الصحراء والجنوب الشرقي وشبه رعدية بأقصى الجنوب لغاية الصحراء الوسطى الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تبقى باردة بالمناطق الداخلية الوسطى والغربية لن تتعدى 9 درجات ما بين 14 إلى 18 درجة بسواحل لن تتعدى 12 درجة بقسنطينا 16 ببشار تقارب 20 درجة بغردايا بسكرالواد ورقلا واتيندوف 27 إلى 28 درجة بالصحراء الوسطى 26 درجة مرتقبة بـ 8 رأس 31 درجة بإليزي وإنجزام وآخيرا 33 درجة ببرج باجي مختار أما فيما يخص الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع من جديد على المناطق الغربية مقارنة بنهار اليوم ستقارب 21 درجة بتيارة 23 درجة بالبيض 24 درجة بوهران 26 درجة بالعاصمة وتزيوزو تنخفض بدرجة واحدة نحو سكيكدا عن نابا وقسنطينا تقارب 22 درجة ببشار لن تتعدى 28 درجة بتيندوف في حدود 31 درجة بغردايا بسكرالواد ورقلا تقارب 34 درجة بتمنرس وأخيرا تترح من بين 40 إلى 41 درجة بين إنسالح إنجزام برج باجي مختار وإليزي فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون من قليل الاتراب إلى مطرب بسواحل الشرقية والغربية رياح ضعيفة إلى معتدل لدينا تيارات شرقية شمالية شرقية حيانا تدور إلى شمالية تماما بسواحل الشرقية فيما يخص بعض العواسم الأوروبية الأمطار ستكون مرتقبة خلال يوم الغد بباريس مع 20 درجة كذلك ببرلين تنخفض الحرارة إلى 13 درجة موسكو أيضا أمطار مع 16 درجة أمطار أيضا بكييف مع 19 درجة وصحو على باقي العواسم لتقارب الحرارة 18 درجة بلندن ترتفع إلى 28 درجة بإسطنبول و27 درجة بلشبونة نعود إلى أرض الوطن وقت شرق الشمس صباحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا وإيطان وأربعون دقيقة والغروب على الساعة السادسة مساء وثلاثة وثلاثون دقيقة مشاهدينا أشكركم على حسن متابعة ودمتم فيه